الاخ زاكي 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 واش راي يقول يقولك ما رأيك نحن في واتسوف نعتمد طريقة التسمين الخروف ونعطيه له اربعة ولا خمس مرات في النهار وبنسب قليلة باش يكل بلهفة ويكل اكثر هل علميا صحيح ما رأيك انت تفعل الامر العلمي بحذافره من اجل التسمين الجيد يجب ان يبقى الخروف بلهفته لازم سمحولي على ما قوله سمحولي يا خلطي لازم منوصلوه يتقلش على الماكلة ويبعر على الماكلة ويبول على الماكلة حشك ومحشك درق كيان بعض الناس بيبردوا روزهم الصباح يروح يفرخ عنده ستين خروف يفرق لها قنطار ويروح ويخليها العشوك يجي يقلب لمجاور يلقى هذيك الغبرة وهذيك الفضالات تعال علف هذيك اللي يبقى يقلب لمجاور ويربح رابح وغضو الصباح يزيد لهم قنطار هذا خطأ فضيع لعدة أسباب السبب الرئيسي انك انتارك قلت للخروف متاكلش المكملات الغذائية والإضافات العلفية انتك ركت تقرس فيه هذك العلفة اللي ركت فيه اللي ركت مت فينا مخلط فيه أحماض أمينية مخلط فيه فوسفات مخلط فيه ملح مخلط فيه حبوبات مخلط فيه الحليب تعلو كريف مخلط فيه عشرين ألف حاشر هذو كامل يبقوا من تحتك الغبرة ومبعديها بفانت كونت تجي للعشوة وتقلب المجور لي انك خليت الخروف ويبعر عليه ويبعر عليه يبقى الحلوة شيني الحل لانه خلو الخروف دايما باللهفة تاعه بالمعنى الصحيحة خلوه شاره 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 فارح للعلف ويكتتعرف المال باللي يسمى لسانك سانك كي تكون مدخل شكارة على العلف وتشوف رفع الروس تاعه وانت تسربي في العلف يبدي الستة هنا تعرف الصيد باللي يعرف يسمى أما كي تبدأ مدخل شكارة على العلف وتلقى هم مبتخين في الكوانات ويصعف جره وما مش يسقصوا عليك أعرف باللي راك داير خطأ كبير فمن يراجل طيب هذي دي راكي راسك سين خوية زكي ومبارك الله فيك على السؤال وأحسنت الفعل هذا فعل رائع جدا 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 دايما الخروف خليه لاهف عن ماكلة أنا الرودي نتأكد باللي العلف ما يضروش ومن بعدها نعطي له العلف بالقرام آخي أنا مثلا يأكل ست كيلو ست مئة أنا كيلو ست مئة وعندي مئة خروف ما المفروض نحط له قنطار ست مئة نو أنا ما نحط له قنطار ست مئة نقسمه نقسم هالو على أربع واجبات ولا ثلاث واجبات لازم يكون كين دخل شكاله لازم يستف وراي بارك الله وفي قوية زكي على هذه السؤال والله يعجبني عجبني عجبني عجبني